لسا نكملين معاكم فاكراتنا وزي ما قلنا في البداية شهر مارس لا بنعتبره شهر المرأة. يوم تمانية مارس في اليوم العالمي للمرأة. وشهر مارس اليوم المصري لمرأوي يوم واحد عشرين مارس طبعا عيد الامر. بالتالي في مارس هتهاول كل يوم يكون معنا شخصية نسائية ساركت علامات واضحة في مجال عملها. النهاردة معنا دكتور بودا وصفي ودكتور بودا طبعا من اشهر الشخصيات المصرية والعربية في مجال الفكر والادب والنفط الاكاديمي. يكونها اسادة جماعية طبعا للادب السرينسي بكلية اداب جماعة عين شمس كمان. هي حصلت على العديد من الجوائز من جهات كثيرة جدا مصرية وعربية وغربية. هي العضو المصري والعربي الوحيد بمنظمة اليونسكو. آآ بداية من سنة اتنين وتمانين. ادارت تعدة مسارح مصرية ابرازها المصرح القومي المصري. وطبعا عملت صفرة غير مسبوكة كمصرح الهناتر. كونها كان رئيس آآ لمصرح الهناجر بالكنون سابقا وموجودة معنا النهاردة بنورانك نهارك سعيد. سبعة خير دكتور. سبعة خير دكتور. واهلا بحضرتك معنا. وفي البداية الحقيقة ازا كنا بنتكلم عن آآ آآ المرأة فالمرأة اعتقد ان هي عامل مؤثر وآآ جزء لا يتجزأ من مجتمعنا. آآ حضرتك شايفة انه آآ دور المرأة المصرية وحضرتك آآ امرأة نجاحة جدا وكنت محقاها نجاح مش بس على المستوى العملي ولكن كمان على المستوى الشخصي. كل الناس اللي كانت بتشغل مع حضرتك كانوا بيحبوكي. كل الناس كانت متمسكة آآ بوجودك جدا. آآ ازاي ممكن آآ نفعل دور المرأة بشكل اكبر من كده خاصة وان احنا حسين انه آآ ابتدينا نتراجع في جزئية المرأة تحديدا. حضرتك شايفة ده ممكن يحصل ازاي? آآ الحقيقة كل سنة وانتو طيبين وكل سنة والمرأة المصرية والعربية وال والانسانية كلها طيبة آآ طبعا آآ يعني مهما حاول او مهما حاولنا اخفال دور المرأة. آآ فالمرأة نص المجتمع وعدديا حتى هي نص المجتمع هي اللي سهمت او اللي هي نزلت في الانتخابات باعداد كسيفة علشان خاطر تدلي بصوتها. آآ هي اللي تعتبر اخدت اخدت على عاتقها انها تقف وراء الرجل وتقف وراء اولادها واسرتها لكي يكون هناك اسرة ومنزل جيد. طبعا. آآ هي اللي اللي نقدر نقول العنصر الجميل اللي في الحياة الانسان. لكن الحقيقة المرأة آآ في بلدنا دلوقتي آآ في محاولة لإخفال دورها تماما. آآ وفي محاولة لانه يتناسي تناسي دورها. ولا اعلم كيف يعني يتم هذا آآ بعد او عقب ثورة. احنا كلنا شفنا انه الجميع كان مشترك فيها. يعني انك انت ت ترحي يعني حاجة حاجة طبعا غير معقولة على الاطلاق عندما نجد مثلا مبارح اولا مبارح صورة في الاهرام لمجلس الشورة. لا ليس فيها الصورة يعني امرأة واحدة. يعني مجموعة كده من الرجال واقفين معتبرين نفسهم يعني فازوا بغنيمة. واقفين يقولوا احنا هنا بدون اي نظر لانه في حاجة اسمها نص مجتمع مجهل تماما. حاجة لا تقبل. حاجة لن تقبل. وكان حد معتقد انه هيستمر في انه هو يعني يتناسق او يتغافل عن دور المرأة فالمسألة مش هتطول. بالضبط. المسألة التانية كمان انه حتى في مجلس الشعب يعني كان ممكن قوي يعني ما فيهاش مشكلة. حتى لو ده مش مطلوب. لكن لو كانت عملت كوتا مبدئيا عشان انتي بتدربي الناس. على انه يبقى فيه نوع من الممارسة الديمقراطية. ان كنا فعلا مصدقين ان احنا بنطبق الديمقراطية. ان كنا فعلا مصدقين ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح. اللي انا اعتقد ان احنا ما اعتقدش ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح دلوقتي. كما كنا نتوقع بعد الثور. لكن اذا كنا فعلا معتقدين ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح فاللي بيحصل دلوقتي غير مقبول. ولن يستمر. حتى لو بدأ ان هناك انتصار. او بدأ ان هناك في غزوة. ليست فقط غزوة سناديق. لكن اصلا ايضا غزوة رجال. غزوة على الفتل وغزوة على الرية وغزوة على كل حاجة. انا مش فاهمة ازاي ازاي ما يبقاش فيه فعلا يعني ما يبقاش فيه الواحد دي اخد درس فعلا من كل الشعوب اللي قامل بثورات. وازاي مهما كان في النهاية في النهاية صوت الشعب هو اللي بيه بيعلو على على صوت اي شيء ده في حاجات كتير او يا دكتور بس مش يعني مش مش بس ما يخص المرأة يعني. اه يعني لا يعني احنا دلوقتي كان انا من اخترع العجلة. اه. اه. احنا بنقوم دلوقتي. بنرجع. اه. خمسين سنة او سنة وارا. لأ. وعملين نتكلم على جمعية جمعية مش عارفة تأسان الدستور. اه. انا عاد فيه كويس اوي فيه دستير في العالم. فيه مجموعة من دستير. فيه دستور كان عندنا. فيه ايام ساعة زغلول لعمل دستور. دستور. كان فيه دستور. طب ما ناخد حاجات من. طبعا. وبعدين الكل. الكل متفق على المادة التانية من الدستور. اه. كانت هي دي. المسألة اللي هي يعني بارزت في كل الكلام. حاجة بديهية. بديهية. ده كما احنا حاسين كأننا بنكتشف دينا. مش ممكن. بنتعلمه من اول ممكن. اه. يعني الناس اللي الناس مثلا من ايه يعني مثلا من قمسين سنة ولا ميت سنة دولار. كانوا ناس ايه. يعني كان اللي باله البلاد دي واللي عمل وصانع. واللي عمل. طلعت حرب ده. اللي عمل اقتصاد مصري. طلعت حرب. اللي عمل اقتصاد مصري وبنى كذا وبنى كذا وبنك مصر وهكذا وزاك. ده برضو مثلا يعطبر ما عملش حاجة البلاد. وغير وغير. والناس اللي بنت. بنت كباري وبنت كذا وبنت كذا وبنت مواقع وبنك. مش ممكن كمان. مش ممكن. مش ممكن. يعني محدش ابدا يقبل انه هو يبدأ من اول استطر. لنا دلوقتي كمانه بيعلمونا الكتابة من اول استطر. فده هي اخرنا. احنا احنا قريجي متاخرين كنا بسبب الفساد. وبسبب قلة استباحة لنفسها انها تعتبر نفسها صاحبة البلد دونا عن الاخرين. لابد من احترام اصغر انسان في البلد. ولابد انه يبقى له حق. ولابد انه يبقى له كيان. ولابد يبقى فيه حاجة اسمها حساب وتداول سلطة. ولابد يبقى فيه حاجة. ولازم يبقى فيه دولة قانون. من غير ما احس انا وانتي. ان احنا. ان احنا تواق امام القانون وانك انتي وانا دينا نفس الحقوق والواجبات. في حاجة اسمها الإعلان العالمي لهو الإنسان بسيط نستلهم منه بعض يعني كنا مش عارفين كنا لسه بنحبي يعني نتعلم أصبح حاجة حاجة استفزازية بتستيقظ يوميا على استفزاز بس يا دكتور برضو الهجوم على المرأة زي ما بنقول صحيح شيء غير مقبول تماما لكنه موجود مع صعود الطيار الإسلامي بداية من الانتخابات البرلمانية وإحنا عارفين أنه فيه هجوم شديد على المرأة حتى أن يعني مهاجمة أعادة تشكيل مرأة تانية المجلس القومي للمرأة فواضح جدا أن الفترة الجاية مش هكون يعني مستقرة جدا فيما يخص المرأة حريك بتقولي أن ده وضع مش هيستمر طب هيستمر الأمدى يعني نتخيل كده أن وضع المرأة هيبقى متوتر الأمدى هو عايز أقول لك على حاجة بعد كل تقلبات نقدر نقول تقلبات أو بعد كل ثورة ربما لسه في طريقها أنها تبقى تكتمل ما قدرش أقول أنها تكتمل بعد كل ثورة وبعد كل تقلبات بتحصل في المجتمع لابد من الفترة اللي بيحصل فيها أنت ما تنسيش انك بتعملي نوع منه كما لو إنه زلزال بتعملي بتزلزلي حاجات في حاجات طبعا متجزرة في الأرض متجزرة وممتدة في روحها في الأرض من فساد من مؤسسات من ده من ده لسه طبعا ما فيه شك انك ما تقدريش بين يوم وليلة أو تغييري التغيير ده بيحتاج وقت طويل عشان يتم ما بيتمش بين يوم وليلة لما تمسكي أي ثورة قامت في أي بلد أو أي طلب للتغيير القام في أي بلد أمره ما بيكون ولا بيتم بين يوم وليلة للأسف الشديد طبعا ليه ضحايا كنا نحب إنه ما يبقلوش ضحايا وكنا نحب إنه اللي بيقوموا القائمين على أمرنا يكونوا عارفين أو درسين أو أخدين دروس من مجتمعات أخرى حول التقاوم هذا التغيير ولم تستطع بس تدفع فيه تمن غالي كنا نحب إنه ما ندفعش تمن غالي لكن أعتقد إنه إحنا لسه قدامنا شوية ولابد هندفع تمن تاني ولابد إنه إحنا كنا نتعلم إنه إحنا ما نقوحش كده وكنا يعني لو صفت النواية أو لو خلصت النواية تجاه هذا البلد كنا زماننا لقينا نفسنا يعني بقينا في موقع متقدم جدا خاصة الإنسان المصري يا ما احتمل ويا ما ردي ويا ما صبر ويا ما عاش على القليل ويا ما شاف كثير جدا من الظلم ومن التجاوزات وبرضه فضل صامت أو صامت فبالتالي كان لابد من يقوم على الأمر النهاردة كان لابد إنه ياخد درس من هذا الماضي ودرس من الشعوب اللي حوله بس حاجة المهمة عايزة أقولها بقى أجمل ما حصل في مصر إنه الناس بطلت خاف كسر الخوف ده أو كسر حاجز الخوف ده هو هيبقى الضمانة الوحيدة لاستمرار الثورة في طريقها لكي يتم التغيير سواء قبلنا أو لم نقبل سواء راضينا أو مرضينا عاش وأنا أفضل طبعا أو أي إنسان عاقل يفضل إنه يبقى التغيير بالتراضي بدل التغيير بالعنف دكتور الحقيقة إنه إحنا كلنا متفقين مع حضرتك وأعتقد إن كلنا في منتهى الحزن إنه دور المرأة بيتقلل بالشكل ده وبيتم تقومه بالشكل ده طيب لو قفنا مع بعض بقى وقفنا وقفنا إنه إحنا لا ده لازم يكون لنا تواجد ولازم يكون لنا مكانة أعلى من كده لإننا نستحق ده مش لإننا ما نستحقش ده ده ممكن نبتديه إزاي؟ هل ممكن نبتديه من خلال الجماعيات النسائية؟ هل ممكن نبتديه من أمو طفولة؟ هل ممكن نبتديه من نين؟ لا هو ما فيه الشك إنه هو مبتديه هو مش لسه هنبتديه هو مبتديه ما احنا بنرجع فيه ناس بتحاول ترجعنا يا دكتور إزينا تصدى بقى لده؟ يحاوله لكن ما فيه الشك إنه إنتي حتى في حياتك اليوم كفرد واحد كفرد في حياتك اليومية عليك أن لا تستسلمي عليك أن لا تقبلي فرض الأمر الواقع أنا عايز أسأل سؤال من له الحق إنه هو يفرض عليكي إنك إنت تتكلمي بطريقة معينة أو تتحركي بطريقة معينة من يستطيع؟ فرضنا إنه مثلا حد قرر إنه هو ياخدك إنتي كهدف ويفرض عليك إنك إنتي تتكلمي وتمارسي حياتك وتتحركي وتكلي وتشربي بطريقة معينة هتواجهه مشاكل سبيلجية لا وإيه اللي يخليكي إنتي تلتزمي بدأت إزاي إنتي كمان؟ ما إحنا قول لنا إحنا قسرنا حجز الخوف بالضبط إيه اللي يخليكي إنتي بقى ما تقوميش هذا ولو زاد يبقى مع مجموعة ولو زاد أنا ما بقولش إنه مثلا هيبقى يعني هيممكن طبعا يبقى يعني نداء من أجل احترام المرأة ومن أجل احترام حقوق المرأة ومن أجل إعطاء المرأة مش إعطاء لأنه محدش بيدي لكل ده بينتزع منايل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة أنت مش تعد تتمني إنه هم مثلا إن الناس هتديكي حقك لأ أنت تمدي إيدك وتأخذ حقك طالما إنك أنت لا بتتعدي على لا دستور ولا قانون ولا دين ولا أي حاجة لأن لما ترجعي بقى للثلف الصالح ولما ترجعي بقى للعصر الزهبي أو للعصر الأول طبعا في التاريخ الإسلامي هتلاقي دور المرأة كان محترم جدا كان هناك الطبيبة التي تساعد المرضى في الحرب كان هناك الاحترام الشديد نص الديني يحترم المرأة احترام شديد وعلى فكرة ما فيش في الكرآن ما فيش غير يعني فيه تكريس للمرأة مثلا تحت اسم مريم يعني ما فيش امرأة كرمها الكرآن قد مثلا مريم وما فيش حد ما فيش آية كرآنية باسم امرأة يعني أو باسم راجل يعني ما فيش مثلا واحد راجل مثلا ليه اسم لكن فيه اسم امرأة يعني أصدق أقول تأكريم المرأة ده من بداية الإسلام الإسلام اللي فرض حضارة على إسبانيا واستولى على إسبانيا وعمل في إسبانيا الذي نراه الآن الإسلام اللي ترجم ما كتبه الإغريق لكي يقدمه إلى أوروبا لكي تبدأ أوروبا نهضتها بالقرن الخمستاشر وستاشر بدأ بسبب علماء مسلمين يعني عيب اللي استهتار بالناس عيب ضحك على العقول بالشكل ده لأنه مش معقولة النهاردة هنتعلم إيه هو الإسلام إيه هي حقوقنا إيه هي واجباتنا عيب لابد يبقى فيه احترام أعتقد أنه نحن مفتقدينه النهاردة هو لغة الاحترام ولابد أنه ما نقبلش أي فرض لأي رأي علينا طالما أنه هو لا يخالف الشرع ولا الدين ولا الأخلاق مظبوط طب يا دكتور حضرتك يعني كنت رئيس لمركز الهناجر للفنون وعملت فيه طفرة أعتقد أن كل الناس معترفة بيها ومعترفة بدورة ما شاء الله فيه كان يعني ما فيهش اتنين بيختلفوا عليه قبل ما أتكلم عليه بالتفصيل غاليا يسألك عن شايفة مستقبل المسرح والفن والإبداع في الفترة الجاية حيكون عامل إزاي؟ خصوصا إحنا ابتدينا نسمع تصريحات على تحريم الفنون وعلى تجريم التبثيل وعلى أبتدينا نسمع التصريحات خريبة جدا لما نوصل لدرجة بقى إنه هذا التحليم يبدأ إنه هو يكون بقى قوانين بقى يعني إنه بقى نشوف لكن زكاة مسألة إنه إحنا نطلع في التلفزيون مبارك ونتمع أحد في التلفزيون مثلا في برنامج اسمه في الميدان مع طبعا المخرج محمد أحمد محمد علي مجدي محمد علي بيتكلم على إنه المثيل من أساسه هتتحول إشرح له هو المخرج حاول يشرح له أنه قصد الرسول صلى الله عليه وسلم قصده أنه هو بيقول للزوجة بيقول لها لا تتهكمي على المرأة اللي أنت جاي تشتكي منها قال له هو يقصد أنك ما تسخرش من الآخر يعني هي جاي تشتكي أنه في واحدة كذا وواحدة كذا فقال لها واقفي لا تتهكم مش بمعنى يعني بطالي تحكي اللي أنت بتقولي ده مش بقصد بقى أنه المحكاية نطلع منها بتفسير هشوف هي أسوق النية نطلع منها بتفسير أنه لا هو يقصد المحكاة أي التمثيل هو يقصد أنه ما تتريقيش على حد ده حسن النية أنك أنت بلاش تريقة وبلاش تهكم وبلاش تخرية من الشخص اللي أنت جاي تتكلم عنه ده مثلا بيقول لك إزاي نطلع مثلا حد معوق في التليفزيون أو كذا لما طلع حد معوق وتبيني أنه هو محتاج لمساعدة أو ده أو ده غير أنك أنت تطلعيه مثلا بيمثل وتطلعيه أنك بتتريق عليه أو أخدامت للسخرية فيه فن إحنا مش مع الفن الهابط لكن كمان الفن اللي هنقعد نمسكه بالمسطرة ونقول كذا وكذا قال المخرج مجد محمد علي قال فيه أنه مثلا فيلم الرسالة أدخل إلى الإسلام ناس ما كانش يفكروا أبدا يعرفوا حاجة عن الإسلام لما شافوا فيلم الرسالة دخلوا الإسلام بقى ده الرسالة أفضل فيقول له إزاي يعني عايز تقول أنه مش عارفة إيه الكتابة الله ما يدخلش الناس والفيلم ده قال له ما قولتش كده يعني عارفة كمان فيه سوق نية كان سارت تخوين لا فيه سارتر كان دي كلمة مهمة قوي في الفكر مع المثقفين بالذات أو مع المفاكرين يقول لك سوق الطوية سوق الطوية دي معناها سوق نية يعني أنت تبقي فاهمة كويس أنا أقصد إيه لكن يعني تفسري المسألة لكن بيبقى سوق نيتك أنك أنت عايزة تفسريها بالطريقة اللي تتمشى مع الفكرة اللي أنت عايزها عشان تثبتي أن لقصادك أصد كذا أو تغلطي لقصادك فسوق الطوية دي من ضمن الحاجات السيئة جدا في المجتمع وهي موجودة الآن بكسرة في المجتمع خاصة في من يملكونا في من يملكونا زمان من الأمور عندما نسمع عن اللهو الخفي عندما نسمع عن مش عارفة إيه ومجهولون ومش عارفة إيه وكأن إحنا كنا في غابة طب ما نجيب الناس اللي كانوا بيتدربوا بيتدربوا على أنهم يقفلوا الانتخابات دي أيام آخر انتخاب ده بتاع أحمد عز ونشوف مين اللي قفل الانتخابات ودرب الناس وقتل وعمل وسوف نشوف مين اللي كان بيعمل ويدخل في مسألة الرجال الأعمال لما كان بيحصل حاجة وعايزين يخلصوا حسابات مع بعض ويأخذوا حد في فيلا وخلصوا فنشوف الناس دي ما دي ضروري دول مسجلين خطر ونشوفهم ونحقق ونعمل سوق النية اللي احنا عمشين بيه سواء على المستوى الأداء اليومي سواء على مستوى من يعني من افترضنا أنهم سيقومونا بدور أفضل من مسألة أنه مثلا من يؤذن في البرلمان أو من مثلا يقول مش عارفة إيه كلها حاجات قشور وكلها حاجات كده لابد يعني الصلاة دي حاجة مقدسة حاجة عبادة أنك تؤذني وتصلي دي حاجة تحتاج أنك أنت تدخلي في نفسك وتتأملي نفسك يعني يبقى عندك نوع من التعبد هل يصلح في مكان في مكلمة ونسا عم لا تتكلم طب ليه الحاجات تقول لها وبعدين الإسلام مش كده إسلام ده حاجة أبهرت الناس دين أبهر العالم حاجة مليئة بالفكر مليئة بال ده بس فكر التأويل والحاجات الفقرية ودي حاجات عملت تغييرات في الفكر العالمي فإزاي إحنا بقى عندنا كنز كده سواء مصر دي كنز سواء الدين الإسلامي ده كنز وإزاي إحنا نتعامل بالخفة دي وبالاستهانة دي بالكنوز اللي عندنا دكتور هودا الحقيقة إن حضرتك تاريخك المهني تاريخ في منتهى الشرف إن ناس كتير جدا العاملين مع حضرتك كانوا بيحبوك جدا رؤسائك حتى كانوا بيحبوك جدا لدرجة إن وزير الثقافة كان بيطلب من حضرتك الربوع مرة تانية اسمحينا نستفيد شوية من خبرات حضرتك إزاي تقدر أي امرأة إن هي تتقن في عملها بشكل جيد إزاي تقدر إن هي حقيقة تسيب بصمة في أي حاجة بتعملها عملتي ده إزاي يعني حفزتي عليه إزاي إزاي كان تاريخ مشرف بالطريقة دي أنا باعتقد إنه الحاجة إنه مخاشتر أنا باعتقد دايما إنك إنتي لما يكون عندك عمل تتقني إنك تتقني العمل يعني مثلا لما كنت رئيسة أنا برضو سبت لما جالة فصول برضو إنه عيني وجعتني وعملت عملية وكان جالة فصول مثلا كبرتلع في 400 صفحة لما كنتش أنا بقرأ كل صفحة يوم ما قدرت يقول لما حسيت يعني مش قادرة أراجع 400 صفحة دول يعني كنزلت عن رئاسة التحريق إتقان العمل إتقان العمل إذا كنت عارفة الشغل ده بس تكوني كمان عندك نهاو عندك معرفة إتقان العمل لازم يبقى مبني على معرفة أنا أبقى عارفة بس يعني أنا مثلا بدرس مثلا نقد أبقى عارفة مثلا مناهج النقد إيه لما أقدمها للطلباء أقول فيه المنهج الفلاني والمنهج الفلاني طبعا ممكن كمان دلوقتي بقى فيه نوع من يعني نقدر نقول مزج لمناهج النقد بعد في فترة من فترات بقى فيه مزج للمناهج هممكن أخد من ده فكرة وده أخد من ده فكرة يعني أصدق أقول لابد يبقى عندي معرفة بدون معرفة بدون إتقان مش ممكن تسيبي بصر مش ممكن تسيبي بصر يعني واحد مثلا زي نجيب محفوظ ينسوق عنده إلهام ما عندهش إلهام فرض على نفسه يوميا يقعد على مكتبه كزا ساعة علشان إن مقدرش يكتب فبيقرع القال لابد يا إما إرهاية يا إما الطلاع يا إما ده النهاردة فيه مثلا لابتوب بيفتح لك العالم في إنترنت بيفتح لك العالم ممكن تتطلعي ممكن تعملي حاجة مش عارفة ممكن تخدي فكرة عنها بس كمان إنك انت تعملي ده وانت عندك الفكرة خصوان لما تكون تشتغلي في مجال عام مثلا أنا بدرس فيبقى الطلبة بتوعي اللي بعرفه لازم أوصله كمان مسألة إنك توصلي المعرفة بس توصلي المعرفة يعني فكرة الورشة دي اللي قامت عليها لهناجر دي كانت من حاجات اللي طلعت أجيال تعلمت إزاي مثلا يعني واحد زي خالد يقولك أنا تعلمت إزاي أعمل مثلا الشخصية الكاريكاتورية واحد مثلا زي يعني شباب تانين مثلا مثلا واحد زي حزم الشبل مثلا لما كان بيحضر مثلا ورشة إضاء أو صوت بصت لقيه فرقت معاه يعني مثلا من حاجات لسه كان بيقولها لي من أسبوعين أو من أسبوع إنه مثلا أخذ ورشة الإضاء أو صوت وبإيه مطلوب في كل حتة بيعمل بيعمل الشغل بتاع المسارع نفس الوقت جالوا منحة وكان من أحسن الناس الفول برايت وأنا اللي كنت بمتحنه فسافر أمريكا فبيقي إنسان تاني فاعتبر قال لي الحاجتين اللي اتعملوا ما سفرنا مثلا ناس عشان يشوفوا الناس عايشة إزاي ده بيعمل إيه ده الإسقان التعليم التطوير والتعليم على أسس يعني تبقي عارفة مثلا إنك إنتي ده مثلا أبجديته إيه ما تبديش تتعليمي حاجة وإنتي ما تعرفيهش من الأول صحيح مش عيب إنك إنتي تقولي مثلا إنتي دلوقتي بتقدري تكتبي مثلا بالعارب أو بالإنجليز أو بأي لغة من غير ما تكوني عارفة الحروف الأبجدية لابد حتى الباليه مثلا الباليه الجديد الرأس الحديث عشان تبقي شطرة فيه لازم تكوني عارفة الباليه القديم كل شيء لازم تعرفي أصوله صحيح وبعدين لما تفكري تكسري الأصول دي وتطلعي تجددي يبقي بتجددي وإنتي عارفة بتكسري إيه أو بتجددي إيه لكن لابد من معرفة معرفة أصل الأشياء لابد يعني لابد أنت تعرفي اللغة البنية إزاي أو لغة أبجديات إزاي لابد كذا تبتدي دايما دايما تبتدي دايما بأفسد شيء بأقل شيء ومش عيب إنك تبتدي ومش عيب إنك تقولي أنا لست أتعلم ومش عيب إنك تقولي مثلا لأ الموضوع ده أنا معرفش فيه كويس لكن هحاول أفهم فيه وأقرأ فيه شوية قبل ما أجرد عليك بلاش بقى بلاش بقى إيه الفتي بتاعنا إنه إحنا برضو عندنا مشكلة كبيرة جدا الفهلاوة إنه ما حاجز ما يحب يقولي أنا معرفة دايما كل واحد حتى اللي يبقى في شارع عمره بس إيه معادي يقوليك هو شارع الأوراق من فدلك متعرفك شارع الأوراق أهو ده خشوا بسي ميكي شميك لازم نتخلص من المظهرية الكتابة ولازم نبدأ بداية متواضعة وبتواضع دكتور يعني إحنا فيه مواضيع كتير جدا عايزين نتكلمك فيها النهاردة بصراحة عايزين نفتح حاجات كتير محتاجين حلقات مش حلقة واحدة لسه شهر مارس بيبتدي فممكن نتقابل تاني وعادينا تكوني معينا مرة تانية في وطرة جاية في سبيل المرأة فعلا نعمل حملة نعمل حملة مبادرة سعيد في سبيل المرأة يوميا لابد مثلا أنا عندي فكرة كويس لابد إن إحنا نحكي حكاية عن إمرأة خدمة بلدها أو إمرأة قامت بعمل مجيد أو عمل يعني أسارة إعجاب الجميع قدوة نقدر نقتدي بيها عمل للجماعة ايو مش مجرد عمل شخصي لأ عمل عادة بالخير على الجماعة خلاص صحيح فخدوا شخصيات كده أنا عندنا كتير سواء الأدب المصري أو الأدب الفرنسي أو أي حتى في الناس الأبطال اللي في الحياة الأم دي اللي بيختروها الأم المثالين المثالين اللي بيختروها دي كأم ويبقى عندها ثلاث أربع أولاد وطلعتهم ما شاء الله كلهم انت فاكرة الأم اللي كانت بتشتغل عاملة في مستشفى أو في الجامعة وابنها طلع أستاذ واخدها وما كانش مكسوف منها ايو واخدها وقابها وقال دي أمي طبعا وكانت عبارة عن عاملة بتنظف الأرض وابنها دكتور في الجامعة وابنها أستاذ اه أستاذ واخدها وقدمها للناس ودي أمي حقيقي شوفناها شوفتوا الفرن ايو أنا في التليفزيون شوفي الأم دي عملت وتعبت الزائد طبعا وربت إمتة طبعا وعملت إيه دا كله حقيقي عظيمة إذا كان عن المزج العظيمة في المرأة المصرية أنا عايز أقول لك الحاجة تلاتين في المية من البيوت المصرية معتمدة على دخل المرأة حقيقي حقيقي لا دكتور توعدين أن إحنا لازم متقابل تاني ونوعد حضرتك أن إحنا نعمل حملة لتقوية المرأة تقوية المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل حقيقي ثم النواة اللي هي يتسند عليها الوطن اللي محتاج لكل واحد حقيقي دكتور هودا وصفي رئيس مركز الهناجر للفنون سابقا وأستاذ الأدب الفرنسي بجامعة عين شمس باشكر حارتك على وجودك معنا النهاردة وكل سنة وحارتك طيبة مقدما بمناسبة عيد الأم أنتو طيبين وبإذن الله مستقبل جميل لكم بإذن الله نسيا دكتور نوارتين إن شاء الله نكون معيك يورايد شاهدين استنوا معينا لسه نكمل فاكراتنا بس بعد رفعات شكرا